موسيقى بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعالوا نجلس لنؤمن ساعة تعالوا نجلس لنقيم حالنا تعالوا نجلس لنعرض حالنا وحال أمتنا على ما يجب أن يكون من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نجلس لنؤمن ساعة هذا يؤدي بنا إلى السؤال التالي هل للإيمان إيماننا بالله سبحانه عز وجل هل له أهمية في حياتنا في حياتنا اليومية في معاملاتنا اليومية هل له علاقة هل هو مربوط إيماننا بالله سبحانه عز وجل بما ينفعنا وما يضرنا يوميا سنرى إن شاء الله أيها الكرام المتأمل في حال أمتنا اليوم وفي حال مجتمعنا المسلم يستنتج أن الناس لم يعطوا الإيمان حقه ومستحقه وما يجب أن يكون في قلوب المؤمنين هذه الجوهرة الإيمانية الإيمان بالله سبحانه عز وجل أيها الكرام لا شك من الأسباب أسباب ضعف الإيمان وأسباب عدم الاهتمام بقضية الإيمان وهو ما يدور عليه حال المسلم بعد إسلامه ليتدرج إلى الإيمان إيمانه بالله سبحانه عز وجل هموم الدنيا المتسارعة ومشاكل الدنيا وهذا الخصومات وهذا الجري وراء الدنيا حالة بين العبد وقلبه حالة بين العبد وإيمانه بالله سبحانه عز وجل لدرجة أن الناس ليس لهم وقت للجلوس إلى مجالس الإيمان ومجالس الذكر يتذاكرون فيها ويرفعون ويجددون من إيمانهم بالله سبحانه عز وجل وخشوعهم لله وتقوية الإيمان فلا يكاد العبد لا يكاد العبد المؤمن بتسارع هذه الأحداث لا يكاد أن يذوق من حلاوة الإيمان حتى يدركه الموت ولم يذوق طعم الإيمان ولم يذوق حلاوة الإيمان ولم يأخذ قسطا من حلاوة الإيمان بربه سبحانه عز وجل لذلك دعوتكم أيها الكرام إلى مجالس الإيمان والذكر وهذا مجلس من مجالس الإيمان والذكر ولكم في مجالسكم وفي مساجدكم وفي لقاءاتكم أن تحدثوا هذه المجالس مجالس الإيمان والذكر لتجددوا إيمانكم بالله سبحانه عز وجل وقد يتساءل الإنسان لماذا الناس تنفر من هذه المجالس نفور الناس من مجالس الإيمان ومجالس الذكر ومحاسبة أنفسهم وعرض حالهم على ما يجب أن يكون في رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي دين ربنا سبحانه عز وجل وإخلاق ديننا الحنيف هناك ربما بعض الأسباب التي تحل ومنها مشاكل الدنيا ومشاغل الدنيا وتوجه الفكري إلى ما لا يحمد عقباه أيها الكرام محاسبة النفس يجب أن تكون في هذه المجالس مجالس الإيمان والذكر ليظهر أو هذه المجالس تظهر نقص وعزوف ونفور العبد عما يجب أن يكون بإيمانه بالله سبحانه عز وجل ولعله صم الأذان وغلف القلوب وتقصير ربما الموكل إليهم هذه المهمة الدعاة والآئمة والمربين وأهل الرعاية وأشير هنا فأن هناك فرق ما بين التربية والرعاية تربية الأولاد تربية النشأ ورعاية الأولاد ورعاية النشأ تعالوا بنا أيها الكرام تعال بنا أخي الكريم أخي الداعية أخي الإمام أخي المربي الراعي الرسالي لنجلس ونقف على ما يحول بيننا وبين إيماننا بالله سبحانه عز وجل ومجتمعنا المسلم لنقيم الوضع الاجتماعي لأن اللوم ملقى علينا اللوم ملقى علينا ولم يلقى على غيرنا أو من يقابلنا من الناس أين نحن من رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنقف ونتذاكر ونتساءل أين نحن من رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نحن من مجالس الإيمان وذكر الله سبحانه عز وجل لنجدد بها إيماننا بالله سبحانه عز وجل أيها الكرام لنذكر نجلس لنذكر الناس أن الإيمان أمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة نذكر الناس أن للإيمان آثار عظيمة في حياة المؤمن وفي استقراره النفسي واستقراره الرحاني نذكر الناس أن الإيمان من أكبر ما من الله سبحانه عز وجل على عبده أو على عباده المؤمنين من النعم التي لا تعد ولا تحصى وبن أعظم ما أكرم الله سبحانه عز وجل عباده المؤمنين يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله مشترج الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويقول المولى تبارك وتعالى كذلك ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما لا يخشى أن يقع تحت الظلم ولا يخشى أن يظلمه الناس فهو في أمن من الجهتين أيها الكرام أحبة الدعاة أحبة الأئمة أحبة المربين الراعين الرساليين الذين يحملون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغوها للناس لا بد علينا أن نجلس لنؤمن ليس ساعة فقط ساعات لنراجع أنفسنا ونقيم حالنا أيها الكرام هموم الدنيا أشغلتنا على محاسبة أنفسنا وشهوات الدنيا والعياذ بالله جارت في حياتنا مجرى الدم في العروق لدرجة أننا لم نفكر ولا نبالي ولم نبالي إلى هذه المجالس لنراجع فيها أنفسنا إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام وتتراكم علينا الهموم والمشالك ويضعف إيماننا بالله سبحانه عز وجل قلت أيها الكرام هذه الأمور هذه التي كانت سببا في قتل الهم في قلوبنا وفي قلوب نشئنا ويقضت الروح وصحوة القلب باع كثير منا كرامته ودينه بثمان رخيص من الدنيا منا من باع دينه بدنيا ومنا من باع دينه بدرهم ومنا من باع دينه بشيء رخيص ومنا أيها الكرام من أكرمه الله سبحانه وعز وجل بالملايير وهو قادر على أن يغير وأن يترك بصمة في المجتمع لله لوجه الله سبحانه وعز وجل لا يصوم يملك الملاير التي يغير بها حال المجتمع المسلم من حال إلى أحسن حال اسمع أيها الكرام ماذا يقال في مثل هذه المجالس مجالس الإيمان ومجالس ذكر الله سبحانه وعز وجل وكيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتناصحون فيما بينهم ويتجاذبون إلى مجالس الذكر والإيمان اسمع معي أخي المسلم أيها الكرام لم يمنع الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أن يقدم نصيحة ويدعو الصحابي الجليل أبي الدرداء إلى مجالس الإيمان اسمع ماذا يقول ولم يمنعه ربما قد يكون أكبره سن وقد يكون أقدم عليه في الإسلام انظر ماذا أو إلى ماذا يدعوه يقول عبد الله بن رواحة لأبي الدرداء هيا بنا نجلس نؤمن ساعة هيا بنا نجلس من ساعة فإن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا أو إذا استجمعت غليانا معناها القلب يتغير من حال إلى حال وفي ضرف قصير جدا إذا لم نشغله بمجالس الذكر ومجالس الإيمان لاعت حياتنا فيما لا يعني إذا لنتوانا أيها الكرام في قول كلمة الحق حتى ولو في مجلس أحسن من مجلسنا أو حتى لشخص أعلى مننا تذكير وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وكما نعلم أن الحق مر حتى ولو كان مر فلا بد أن ندعو إليه الناس إلى مجالس الإيمان ومجالس الذكر ما ررنا أيها الكرام أن نقتدي بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم الكرام ونجلس من حين لآخر لنربي أنفسنا ونفوس نشئنا وأولادنا وبناتنا ونزرع في نفوسهم الهمم علو الهم ورفع الهم وكيف ننشئهم على القيم على المبادئ على الدفاع عن القيم والوطن والحقوق ونعلمهم كيف نربط ما بين الحق والواجب والاهتمام بأمر المسلمين بصفة عامة فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذوا للشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة